الناس اللي بيستسقلوا الصلاة وتبقى الصلاة يعني بعيدة عليهم وتقيلة على قلوبهم شوفوا فين فردت الصلاة كل أوامر القرآن نزلت إلا الصلاة اتفرضت فوق العلوة ما كانت لو كان زيها من العبادات ما ترفعش النبي سيصلة من السماوات عشان يكلف بالصلاة فردت فوق السماوات السبع عشان كده هي إيه اللي بتعلق بيها قلوب المصلين بس المصل الحقيقي لما نيجي نتكلم عن الدروس بتاعة الإسراء والمعراق عندك منزلت العبودية سبحان الذي أسرى بعبدي هيه وصورة الإسراء أصلا احنا قلتنا فيها أكتر من 25 خلق صورة الإسراء رجعوها وعلموها لأولادكم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي يباركنا حولها انت عبد لله تشريف وتكريم انك عبد لله فاعرف عبوديتك مش لأه مش مقتنع لما هو يصله كده أصدك هل زمن وإحنا زمن طبقوا بتاع الورونا بقى السعادة الحقيقية أنك تكون تسعد بعبوديتك لله سبحانه وتعالى كمان من الدروس لطف الله سبحانه وتعالى أسرى بالليل أسرى أسرى في دوق قمر ممكن تأتي بمعنى يمشي لكن الله سبحانه وتعالى جاب دقة الوقت أسرى ليلا فجاءت كلمة ليل عشان يحدد دلوقتي قمت وهو بالليل قالك كمان كلمة سبحان البلاغة فأول صورة سبحان مبلغة في التسبيح والتنزيح والتعظيم اسم مصدر من الفعل سبح رباعي فخلف التسبيح عشان يقيه أن حادثة الإسراء والمعراج أصلا لا تندرج تحت أي قوانين ولا لها أي نواميس معروف لا لغوية ولا طبعية ولا فيزيائية الأصل فيها أصلا إعجاز فوق الإعجاز وفوق الوصف وخروج عن كل تصور حتى في البلاغة اللغوية هو كذلك خلف المصدر المصدر خلف الفعل بتاعه واخترق بقى القاعدة النحوية التحفة جدا زي ما هو اخترق قوانين الكون كله يسافر الرسول عليه الصلاة والسلام ملايين الكيلومترات فوق في سحابة ليل لبرد ولا مكان نوم واللي كان دافي رجع لأدافي زي ما هو ورجع لقى ساخن زي ما هو من دمن كمان الدروس من رحلة الإسراء ونرقمت السبات على المبدأ لمين؟ لمشطة بنت فرعون حديث روايا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الليلة الأسرية بها فيها النبي صلى الله عليه وسلم أتت علي رائحة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة طيبة؟ قال هذه رائحة مشطة بنت فرعون قال كلت وما شأنها قال بينما تمشط ابنة فرعون ذاتها يوم سقط المدر اللي هو المشط فقالت بسم الله فقالت لها ابنة فرعون أبي؟ قالت لا ولكنه ربي وربك ورب أبيك فأخبرت أبوها خلص فدعاها فقال يا فلان ألك يا ربا غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله أمرت بكرة من نحاس ويحط فيها الزيت المغلي وتلقى فيها هي وأولادها قال لها لك حاجة؟ قالت وما حاجاتك إليك قال لك كلام ده أحب أن تجمع عزامي بس وعزام أولادي في ساوبه واحد وتدفن مع بعض خلص دفنها مع بعض فأمر بأولادها فألقوا بين أديها واحد واحد إلي أنتهى للصبي اللي كان يعني بيرضع لسه تقاعست قال يا أماء اقتحمي ده عزب دنيا أهول من عزاب الآخر فاقتحمت خلص عن الصحيح كمان من الدروس الجميلة واللي في العزة من الإسراء والمعراج هو إيه؟ التصديق زي ما صدق سيدنا ببكر وحاجة قلنا موقف حقيقي ورجولة حقيقية رد كده من لنحرهم قال بقال كده ولسان صدق ولسان حق لإن كان قال ذلك فقد صدق خلص أعجب المشيكون أنا أصدقه وذهب ليلة إلى بيت المقدس قبل أن يصبح فقال نعم أصدقه فيما هو أبعد من ذلك في خبر السماء ونعلم عيالنا كده العزة والسبات على الحق كمان من الدروس المستفادة ما كانت المسجد الأقصى أولى القبلتين وسالس الحرمين ويضغرس في قلب أولادنا الكلام ده بيت المقدس ومين العدو ومين الصاحب لحسن الزمن ده زمن اختلاف الموازين فضل المسجد الأقصى المبارك أول قبلة للمسلمين قبل المسجد الحرام وإزاي تحولت القبلة ونقول تحول القبلة كان إزاي أقدم المساجد اللي بنيت على الأرض تاني المساجد بناء بعد الكعب المشرف وتالت المساجد في المكانة والأجر عند الله سبحانه وتعالى المسجد الحرام المسجد النبي والمسجد الأقصى آخر حاجة فرضية الصلاة وقيمة الصلاة والكلام ده لما نيجي نكلمه الأولادنا نقوله ونحكيه ونحكي إزاي حصل الكلام ده وإيه فضل الصلاة ومكانتها وقدسيتها ورح وترك الصلاة خسران دنيا وآخر ودي آخر حاجة